اوكي اليوم يا حبايب هو راح ينزلكم اخر مقطع على قناتي باليوتيوب الساعة ب 12 بالليل طيب هذي المناسبة ممكن تفرح هواي من اشخاص وتحزن هواي من اشخاص نزلت لكم مقطع على قناتي الثانية الصورتي بها وبنسب الوقت يا حبايب شطيتكم شوية اشروحات للسبب الاعتزال اللي راح يصير وشوية فضايح هناك يا حبايب فروح شوف المقطع بسرعة واكتبنا يا حبايب الكومنتات تقييمكم الجمالي لنزلت صورتي هناك فالكل راح شوفها قبل الحذف الخبر اول اللي عادنا على احمد حسن وزينب والتهجم المتابعين عليهم بالنسبة لساعة السبب فاحمد نزعل حسابه بالانستجرام هذا البوستر اللي كان هو ديبوس بي بنته من حلقها وهذا الشي اللي خليه هو من المتابعين ويتهجمون عليه ويستغرب من موضوعه يقولوا انه هذا الشي غلط وانه ما يصير هذا الشي بالنسبة للاطفال فما درس راح كتبنا نحبوه بالكومنتات اللي يتعقد التهجم اللي تعرض له او لا ونتظر حاليا القمر مار وشي الغريب اللي يصار في حبايب تقريبا بالساعة بالثنتين بالليل احساب قمر مار بالانستجرام يتبند يام من عاد هيام والانستجرام هو اللي بند الهياب طبعا جمهورك العادية يا حبايب من قسم قسمين ولي صار يقولوا انه صارت مشكلة بينه وبين دور مار فالله هذا هو تبند للحساب ولكن بعد تقريبا عشر دقائق يا حبايب بنوضح انه القمر هي منايمة ونزلت على حسابها بالانستجرام ويقولوا ان الحسابها مجرد تهكر وحاليا رجع الحساب شوفوا الانستجرام مالتها جماعة ريلاكس ريلاكس هدوا شوية دايركت انفجر التاقات انفجرت الحساب رجع تمام انا ما عرفش صار فجأة دخلت للبيت فتحت الانستجرام ما فتح يعني طلعيني من الحسابي ما اكون الحساب مالتي بس الحمدلله حليتها حسب ما شفت بانستورياتكم انه حسابي كان مبند يعني فما عرف من دي سوي هيتشي اكو حد حوالي بنده ولو حد هستجعت يجيني رسائل على الايميل انه الحساب يعني اكو حد حاولي يفوت فهم عرف منو حاط راسب راسي فالله يسهمها بس الحمدلله هسترجعت الحساب ويس لا تحاولون قمر موجودة ايه صح زوزي صح صح فخلص حليتها فاكتبوني احباب بلكومتال شركة في هذا الخبار من توقعون لهكى رساب قمر ونتقل حاليا النوربال وغاية ماروان فورو تسول بعض محساباتهم بالانستجرام طبعا بتعفوني يا حباب انهم التقوية بعض تقلم من قبل فترة بسيطة ومن وضع حاليا نروح يصوروني بعض اشياء خرافية فاكتبوني احباب بلكومنتال شركة قيمة حمسين للمقاتل احصوروها ويبعض ونتقل حاليا المريم اللي هي اخذ اسو واكتئابها ومرضها فلزت هذا اللي سوري تشانكعت ببي ادعولي حالة النفسية والصحية كل اشتعبانة فالله يشفيها يا رب ان شاء الله ما بها الا العاف لا تنسوني يا حباب ان تدعولها بالكومنتات وان الله يشفيها يا رب ننتقل حاليا الفضيحة يا رمار فبس اذا بخلي ذكر يا حباب انه يارا فتحت قناة وهكذا القناة تهكرت وبعدها انحثت من اليوتيوب لكن بعد كل هذه المدة اللي مرت اليوم رجعتها قناة يارا وهو متعبين صار ياخذون الموضوع انه فضيحة علي يا رمار انه هاي القناة هي مجرد اخفتها فاكميزة باليوتيوب انه تقدر تخفي القناة تخليها بعد تظهر وهذه الحركة تتهم نور مار بذاك الوقت انه هو لهكرها فما ادري الصراحة ولكن يا حباب هنا هذة شوية ستوريات بذة ستوريات كانت تقول بها الهي جدش تتعامل ويا الشركة وهذه الشركة قدرت ان ترجع لها القناة من الجديد بعد ما تهكرت وتسأل المتابعة شينو حابين تسوي افكار بهذه القناة حكو اضطكم ستوريات ما لتشوفوها صباحو يا جماعة شفتو الشي كيف وقتلي راح الفيلتر صار شوفو اوكي انا هلا فائع من النوم لقيت المسيجات كليات عروتها وانتقالي ياري مبروك رجعت القناة اخيرا انا صار لي فترة عم بيشتغل مع عالم او مع شركة في كونو تقولو وصار لنا فترة كتير منيحة عم بحاول رجع القناة الجديدة في القديمة عفون فيها اخيرا القناة القديمة رجعت عن جد ماري صدق انه رجعت كتير كنت مبسوطة فا انا بديمكم هلا احط لكم بوكس هون تقولوا لي شو اعمل بهاي القناة لانه حرفيا لا اعرف شو بدي اعمل فيها انا اصلا كنت فقدة الامل منه وهيكا متجهزة للقناة اللي انا عم بشتغل فيها حاليا وبس فراحط لكم بوكس هونت قالوا لي شو اعمل بهاي القناة او مي جاد عن جد فرحتي ما بتنوصف ابدا فكرا احباب الكومنتات لا تتوقع انه سوى تيارة ابارة انه شدري تبتهم نورمار فهي لحكرة القناة او حثتها او لا ننتقل حاليا ان نورمار وشي غريب اللي صار فنتشرت شوية اشاعات بقى ما تذكر حساب خمر بالانستجرام انه بين نورمار وخمر مار اكو علاقة حبيناتهم وهي سكرت الحساب مجرد كان مكتابه او ضايجه من نورمار فمن نفس الوقت يا حباب اللي هي سكرت بحسابه نورمار نضع الحساب بالانستجرام شوية تشتوريات قديمة اللي كانت يغني بها اغنية عن الفراق ومن نفس الوقت عن ناكر المعروف شوفوها حب سنيني يضيع وبكي همانا عليك انتهت تهدم هالحيطان بيت كل امام ناسي مينا وحيطان البيت كتبنا حروف اسامينا يا ناكر المعروف استنى في يوم ان فاكتبنا حباب بالكوميتات اتوقع الموضوع الى علاقة ببعض مادر الصراحة انشي غريب اتمنى بالكوميتات شو رأيكم الموضوع وبصراح يقول ان وصلت المقطع شوفوا مقطع قناتي الثانية بصورتي هناك الكل منتظرها فالكل راح شوفها يا حبايب نفس الوقت اليوم راح نزيلكم اخر مقطع فاتجهزوا كلش راح ينزلكم المقطع اللي هو مقطع الاحتزال كعرض اول بعد ساعتين فاريدي يا حبايب بس ينزل تفجروا الياب التعاليق نوصل اكثر من 300 الف تعاليق وبصراح حبايب نوصلت المقطع ومع السلامة موسيقى اشتركوا في القناة